مساع حثيثة لاجتماع مرتقب بين الحكومة والحوثيين المساع يبدلها منذ فترة طويلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث وتسارعت خطواتها وتعددت محطاتها وكان آخرها العاصمة العمانية مسقط التي زارها غريفث مستهل هذا الأسبوع في مسقط أجر غريفث محادثات هي الأولى من نوعها مع وزير الخارجي العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيد كما التقى رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام ونقش خلال الاجتماعين إمكانية توافق الحكومة اليمنية والحوثيين على صيغة الإعلان المشترك المقرر أن ينهي حربا مستمرة منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في صنعاء في 21 سبتمبر 2014 مصادر غربية يرجح أن تكون بريطانيا أبلغت صحيفة سعودية مقربة من القصر الملكي بأن لقاء المبعوث الأممي في مسقط مع رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بمسودة الإعلان المشترك التي لا تزال بنظر غريفث قيد التفاوض بين الأطراف وتتضمن مسودة الإعلان المشترك مقترحات بشأن وقف شامل لإطلاق النار والسيناف المشاورات السياسية في أقرب وقت إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب لا جديد إذن ذي أهمية فيما نتجت عنه الزيارات التي قام بها المبعوث الأممي إلى كل من الرياض ومسقط خلال الأسبوعين الماضيين سوى الحديث عن إمكانية عقد لقاء مباشر بين الحكومة والحوثيين وسط إشارات تدل على تقدم أحرزه غريفث في جهوده الأخيرة لم يكشف عن مستوى وتوقعات باستمرار تقدم المحرز الذي من شأنه أن يسمح بعقد اللقاء المرتقب في نوفمبر المقبل لإعلان اتفاق بين الطرفين حول الإعلان المشترك تنظي الأزمة اليمنية إذن في مسارين جرى تصميمهما في الرياض وأبوظابي برعاية بريطانية تتشتت فيهما جهود الحكومة الشرعية بين مواجهة انقلاب الحوثي استحول على معظم الكتل السكانية المتركزة في معظم المحافظة الشمالية ومعها الأنشطة الاقتصادية وعائداتها في هذا الجزء من البلاد وينصرف الجزء الباقي من جهد الحكومة المرتهنة في الرياض إلى مواجهة انقلاب آخر سيطر على العاصمة المؤقتة عدن وأجزاء واسعة من جنوب البلاد وجرف نهود الشرعية فيها انقلاب أسوأ ما فيه أنه تأسس على الوقائع الميدانية التي استثمر فيها التحالف طيلة السنوات الخمسة الماضية في إطار مهمته التي زعم أنها تتركز حول دعم الشرعية فيما كان يمارس غدرا مكشوفا باليامنيين ودولتهم